نفترض أن حضرتك وصلت المنصب كبير نفترض أن حضرتك وصلت أن أنت حضرتك تكون وزير من الوزراء المعنية الوزراء المعنية بالاقتصاد أو ممكن تكون رئيس وزراء حتى إيه القرارات المهمة اللي هتاخدها اللي في الأول هتاخدها خلاص أنا في رأيي أن احنا يعتبر نفسك دلوقتي مسؤول في الدولة أنا رئيس حزب وبالتالي أنا أعرق أني سأصبح رئيس وزراء غدا هذه مسألة طبيعية جدا بوضوح شديد نفترض أن حضرتك وصلت رئيس وزراء غدا إيه أول قرار هتاخده أنا شايف أن أول أزمة هي أزمة السياسة مصر محتاجة إعادة نظر في إطلاق جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والسياسية بشكل واضح جدا تنظمها قوانين لازم مصر البلد الوحيدة في العالم حالي اللي رئيس الجمهورية فيها لا ينتمي لحزب سياسي ولا رئيس الوزراء ينتمي لحزب سياسي ولا الوزراء ينتمون لحزب سياسي ولا عندنا حزب حاكم ولا عندنا انتخابات محليات ده وضع كان مقبول في ظرف استثنائي كلنا كنا جزء من تحالف 30 يونيو وكنا عارفين حجم المخاطر اللي بتتعرض لها الدولة لكن احنا النهاردة بعد عشر سنوات محتاجين ننتقل من مرحلة تثبيت أرقان الدولة لمرحلة بناء الدولة الجديدة ده مش هيتعمل إلا على بيز تشريع جديد حياة سياسية محتاجين حياة سياسية تنظم العلاقة محتاجين قوانين انتخابات تكون أكثر تعبيرا عن الناس وأكثر تعبيرا عن خيارات محتاجين محليات بتمارس نوع من أنواع الرقابة على كل المحليات في مصر عشان الناس ترى نتيجة أي مشروعات واستثمارات بتحصل قدامها وعندها القدرة على الرقابة عليه محتاجين جزء تاني ومسألة الإصلاح الإداري لهيكل الدولة المصرية الجزء التالي هو مسألة اللا مركزية والتوسع في اللا مركزية بالشكل اللي يفضل محامي مركزية الدولة لأنه فيه ناس أحيانا حتى من المعارضة واختابات قديمة كدامة تكامل على مركزية المطلقة لا ده صعب يتحقق في مصر لكن إحنا نقدر ندي وسائل حقيقية بقانون وأنا من الناس يعني ما بقولش كلام أنا قدمت لمجلس النواب بتلت قوانين قانون الأول قانون جديد للأحزاب السياسية بالكامل قانون الثاني قانون للإدارة المحلية اللي هو الحكم المحلي قانون تاتل الانتخابات المحليات قانون بالكامل قدمتها وحصل فيها إيه بقى القوانين حتى هذه اللحظة لم تناقش وبالتالي بشكل يعني حضرتك لو بقيت في يوم الأيام رئيس وزراء أو الحاجة هتعملها لا نقطة الرابعة الأهم أنه أنا هتكلم عن السوق الحر مش عن الإتاحة للقطاع الخاص أنا مش عايز حدي يتكلمني أصلا أنا عايز أتواصل على القطاع الخاص سيب القطاع الخاص في حال تكلمني عن السوق السوق لما هيبقى حر هيبقى عندك القطاع الخاص حر السوق الحر باختصار أنه الدولة لدام هي تركت الوضع الاشتراكي ونتنقلت بكل تصريحات قيادتها على مدار 30 سنة ليه السوق الحر؟ إن السوق يبقى سوق حر يعني ليه سوق حر؟ هدهلك بالنسبة فهمها قوي أنا فاكر وإحنا صغيرين لما نزل الموبايل وكان عندنا شركة سماكلك أيوة وكانت أول شركة بتشتغل وكان الخط وقتها أنا أتذكر كان نازل بـ 1800 جنيه كان رقم بالنسبة لنا كبير وكان رقم والموبايل كان غالي جدا بعد شوية وكان الناس ماشية في الشارع بتكلم سوط عليه قوي كل واحد عايز يقول التاني إن أنا معي موبايل بعد كده بقى وكانت الدقيقة بربعة جنيه لربعة بعد كده بقى فيه مبنيل فالسعر اتهبت بقى 500 جنيه بالضبط بعد كده بقى فيه اتصالات منافسة بعد كده بقى فيه وي وصلت لمرحلة إن الخط كنت بتاخده ببلاش فالمنافسة بتصب لصالح المواطن طبعا لكن دور الدولة إيه بقى أو ده مثال واضح جدا الدولة كان دورة عن طريق الجهاز القامل تنظيم اتصالات هي إنها رجيلويتر على السوق وبتنظم السوق وبتمنع الشركات إنها تعمل ممارسة احتكارية ضد المواطنين فالمنافسة وفي نفس الوقت الدولة استفادت بعواقق كبيرة جدا من الرخص وبتستفيد من الدرائب وبتستفيد من حاجات كتير جدا وبالتالي أنا إذا قررت كدولة إن أنا هتنقل فأنا لازم أترك فكرة إن أنا أنا مش منافس للسوق لما هتعمل كده القطاع الخاص هيشتغل لوحده المسألة مش مسألة حوافز المسألة مسألة تدخلات بمعنى إيه تدخلات؟ حدي حضرات مثال وإنا بضرب هذا بمثال وبشكل واضح جدا أي واحد ساحب مصنع في مصر سيكي مصنعك كبيرة يعني واضحة وعلنية لكن أبت كلمة مثلا صغيرة أو متوسط مش أنا عايز أعمل صناعات صغيرة أو متوسطة وبتكلم عن الناس طبعا وليلي أنا بالله كده لو أنا النهاردة واحد جالي وحد ينكر إنه فيه دعاف نفوس في الجهاز الإداري أعتقد فيه وكم القضايا اللي عم دار سنوات يعني تشهد واحد جالي وطلب مني حاجة وأنا مرضيتش أدهاله كده وعايز أمشي عادل هل أنا أقدر أحمل نفسي منه هل أنا بجدامل إنه يكلمني ده مثلا في مكتب العمل بجدامل إنه يكلمني بتاع البيئة بجدامل إنه يكلمني بتاع التأمينات بجدامل إنه يكلمني بتاع جهاز سلام تغلاء بجدامل إنه يكلمني بتاع هي التنمية الصناعية بجدامل إنه يكلمني بتاع رقابة على الصدرات والواليدات إيه كم الأجهزة والجهات التي تراقب على المصانع في مصر وعندها من أول قفل منشئة لحطة دبطاء القضاء أنها تقبض عن الناس وهي موجودة هو صاحب المصنع ده هيقعد يدور ويشتغل ولا هيقعد أنه كل يوم في أكتر من 14 يوم ممكن 14 جاة تنزل 3 تفتش عليه طيب أنا عارف كويس كدولة أنه الجهاز الإداري ده في مشكلة في كل يوم هيئات جديدة كل يوم عملين بتزود في ده يا جماعة محدش يجي في عيجي يقول أنه الكلام ده محتاج يتنظم وأنه نقدر بدل ما كل واحد النهار ده أنا هقول لحرك على حاجة إحنا عندنا هيكل للدولة أنا في رأي أنه هيكل دايناصوري يعني نتكلم بس بالأرقام الموازن العامة للدولة عندنا 323 وحدة إدارية محلية عندنا 11 مديرية خدمات في كل محافظة عندنا 186 وحدة جهاز إداري عندنا 156 هيئة عامة خدمية عندنا 59 هيئة عامة اقتصادية عندنا 18 شركة قبضة منهم 6 تبايا للقطاع الأعمال والباقي متوازعين على باقي الوزرات وأنا مش عارف ليه وعندنا 8 بنق حكومية وعندنا هيئة قومة إنتاج الحربي 16 شركة قطاع عام 118 شركة قطاع أعمال ده معناه أن احنا عندنا 1636 جهة داخل الموازن العامة للدولة أنا هدي حددتك مثال واضح جدا وزير التعليم العالي تحت 68 جهة 68 إيه؟ جهة طيب هفتقد من أنا وزير جديد وجاي عايزة أقعد مع الناس اللي في وزارتي فأنا محتاج 68 يوم عشان أقعد معاه عشان أقعد معاه وعشان ألف تاني هدور ده فأنا محتاج 3 شهور ده معناه أن أنا هيا أقعد 3 شهور أتعرر ما بعملش حاجة لأن أشوف بس النس دي بتعمل إيه وبعد 3 شهور أرجع عليهم ده معناه مش هشتغل أيوه فين إصلاح الدولة والدمج والحوكمة محش ما هو المفروض ده مين اللي يعملوا برضو مفروض اللي يعملوا ده حكومة طبعا بس حكومة طيب أنا من الناس اللي شايف أنا من الأول ناس اللي قلت أنه مصر محتاجة نائب رئيس وزراء للاستثمار لكن أنا بقول يبقى فيها وزير الاستثمار ويبقى فيها نائب وزير لايه الاقتصاد وتحتي المجموعة الاقتصادية لكن أنا كمان شايف أنه يجب أن يكون نترجع وزارة بل كمان أنها تكون تحتها عدد من الهيئات والجاة بضيجة نائب رئيس وزراء عشان إحنا بنشوف بقى في الكواليس بتاع تلاجة خطة الموازنة وفي البرلمان إنه كتير جدا من المشاكل بتبقى مشاكل جهات مع بعض إنه هي يعني مش عايزة تماشي لبعض الأمور يعني هدي حدث مثال أنا في رأيي إنه المواطن في الشارع دايما لما تيجي تتكلمين في حاجة يقول لك الحكومة الحكومة دي بيقولها على أي حد بيقولها على العسكري وبيقولها على بتاع الصحة وبيقولها على كل أي حد وبتاع التنمية المحلية والعمدة الناس دي كلها عنده الحكومة فالمواطن في مصر هو الوحيد اللي بيتعامل مع الحكومة إنها حاجة واحد إلا الحكومة هي الوحيدة اللي ما بتتعملش عن نفسها حاجة واحدة كل واحد فيها كل وزير أو كل رئيس هيقاعد كل اللي يعني هيئته وشغله طيب ده مأثر على الناس قد إيه ده هيفرق مع الناس قد إيه يعني لو حضرتك بقت رئيس وزراء في يوم من الأيام أول حاجة هتعملها أن يكون فيه حياة سياسية حقيقة في الشارع ويكون فيه أحزاب ويكون فيه معارضة عشان يكون فيه رقابة تاني حاجة حضرتك هتعملها إصلاح إداري وهيكالي الدول مصرية كلها طبعا هنبدأ نشتغل حاجات دي ما بتتعملش في يوم تالت حاجة أنا عايز أقول نقط تالت حاجة هو فكرة اللي مركزية وإن أنا أدي قوة المحافظات بموارد عشان المحافظات تعرف تشتغل والأطراف تعرف تشتغل والمدن تعرف تشتغل ورابع حاجة ستوق الحر أن يكون فيه منافسة حقيقية وعايز أقولك المسارات دي بيش واحدة اتنينة اتربعة هي مسارات متوازية لازم تشتغل عليها كلها لأنه ما فيش حاجة منهم يعني هتشتغل لما تنشتغل هما الأربعة لازم يمشوا لأن احنا للأسف وضعنا من وجهة نظر الإدارة بقى صعبة جدا اشتغل لازم تشتغل